بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كرياكوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة أمس مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما إلى جانب مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك داء جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الجانبان في مقر رئاسة الحكومة في أثناء واستعرض سموه مع معالي كرياكوس ميتسو تاكيس خلال جلسة المباحثات مختلفة أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والفرص الواعدة المتاحة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهة النظر في شأن مجمل الأحداث وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد في هذا السياق توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان في شأن العديد من القضايا والملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وأعرب سموه عن شكره رئيس الوزراء اليوناني لدعوة دولة الإمارات للمشاركة ضيف شرف الدورة السادس والثمانين من معرض سالونيك العالمي لتجارة السنوي والذي يعد أقدم معرض تجاري دولي وقدم صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاجتماع الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لحضور الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيير المناخ كوب ثمانية وعشرون المقرر عقده في دولة الإمارات خلال عام الفين وثلاثة وعشرين